موسيقى أسعد الله ووقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني مؤتمر مأرب الجامع ومؤتمر حضر موت الجامع إلى ملتقى أبيان الجامع ولحجة أيضا مكونات محلية تظهر اتباعا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وتطرح تساولات كثيرة حول دلالات وتوقيت ظهورها وتعدودها ومغزة تكوينها مؤخرا شهدت محافظة مأرب أعلان ميلاد مؤتمر مأرب الجامع كمكون قال القائمون عليه إنه يمثل المحافظة بمختلف أطيافها السياسية والقبلية والاجتماعية سبقتها محافظة أبيان قبل أشهر في تكوين مؤتمرها الأول لبناء شراكة حقيقية وتفعيل المؤسسات الرسمية والقضاء وتوفير الخدمات للمواطنين بحسب مؤسسين وبحسب مراقبين تظهر هذه المكونات في فترة تغيب فيها الدولة ومعالمها على الأرض ما يعكس حالة شتات واضحة لنعدم توفر مشروع سياسي موحد في ظل تعنت ميليشيا الحوثي منذ قلاب على الدولة لإبرام مفاوضات تفضي لسلام شامل في البلاد فهل تعبر هذه المكونات عن أزمة هوية ومحاولة لإنقاذ العمل السياسي أمام حالة التفتيت وهل هي إعلان صريح لفشل الأحزاب السياسية والحكومة الشرعية ولماذا باتت المحافظات تبحث عن تمثيل خاص بها في مفاوضات التسوية عوضا عن الأحزاب وقيادة الشرعية وما هو الدور القوى الإقليمية في الهشاشة السياسية التي تشهدها البلاد مشاهدين الكرام قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة دعونا في البداية نشاهد هذا التقرير ونعود الوحدة السياسية غائبة والقرار الواحد ضائع داخل حكومة رضخت لأوامر دول الإقليم وعملت على رهن السيادة اليمنية ضمن أوراق ملفات كثيرة تحمل عنوان التسوية السياسية الضائعة محافظة مأرب شهدت مؤخراً إعلن تكوين مؤتمر مأرب الجامع كمكون قيل إنه يمثل المحافظة بمختلف أطرافها السياسية والقبلية والاجتماعية بحضور مماثلي الأحزاب وقيادات المقاومة والأمن والسلطة المحلية سبقها مؤتمر أبيان التأسيسي الأول بأشهر وهو يهدف لبناء شراكة حقيقية تخدم المحافظة لتفعيل الدور المؤسسات الرسمية والقضاء ومحاربة الفساد إلى جانب مؤتمر حضر موت الجامع ومؤتمر الأحش في مؤشر على غياب وحدة الرؤية السياسية الواحدة في البلاد وانعكاس حالة الشتات وغياب فعل الدولة بحسب المراقبين فهل تظهر هذه المكونات والمؤتمرات كمحاولة لإنعاش العملية السياسية والمشاركة الفاعلة أم أنها هروب من إخفاقات الدولة؟ بحسب خبراء شكلت عاقب الصراعات السياسية أزمة ثقة وغياب للرؤية السياسية الشاملة للمشروع الوطني ابتدأ الأمر منذ طرح مبادرة السلم والشراكة قبيل الانقلاب الحوثي على شرعية في 2014 ومفاوضات الكويت في 2016 والتي انسحب منها الحوثيون عند مرحلة التوقيع على الاتفاق ثم اتفاق ستوك هولم عام 2019 لكن أكثر الفرص الضائعة كانت في 2022 حين تم التوصل إلى اتفاق هدنة برعاية أممية ثم إعلان مسودة خارطة الطريق العام الماضي ودخلت بعدها البلاد منعطفا أكثر قتامة تكشف معها وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي عبر تصعيداته في البحر الأحمر واستمرار عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية بشكل غير مسبوق وانتهاكاته ضد اليمنيين البنك الدولي أكد أن مؤشر التنمية في البلاد يتجه نحو منحنى خطير وكارثي واستغياب تام لتحركات الحكومية العاجلة لتحسين الأوضاع خاصة الاقتصادي والإنساني بينما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة تسببت بإحداث أضرار جسيمة لمواقع النازحين والمنازل والبنية الأساسية وأنما مجموعه 12591 منزلا ومأوى دمرت كليا وجزئيا فيما تقف الشرعية أمام كل ذلك كالمتفرج دون حل حقيقي أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في البداية دعوني أرحب الضيفي هنا في السيديو والبحث أسياسي عادل المساني أهلا نساهم بك معنا سيد عادل تصديف أيضا معنا عبر الأقمار للصناعية من مأرب عضو لجنة التيسير لمؤتمر مأرب الجامع مهدي بالغيث أهلا وسهلا بك معنا سيد مهدي وأبدأ معك أولا في الحقيقة أريد أن نعرف ما هو الهدف من تأسيس مؤتمر مأرب الجامع وكيف تأملون في تحقيق أهدافه سيد مهدي هل تسمعوني؟ إذن مشاهدين يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع ضيفين عبر الأقمار الصناعية من مأرب إلى حين حل هذه المشكلة التقنية أتوجه بالأسئلة إلى سيد عادل مساني إذن ظهور هذه المكونات التي بدأنا نلحظها مؤخرا سواء في حضر موت أو مأرب أو لحج أو حتى المجالس الوطنية في حضر موت أيضا وفي عدن وغيرها ما السبب في ذلك؟ أنا في تصوري أنها تتسق مع أهدف دول التحالف المملكة العربية السعودية التهدف في النهاية إلى تمزيق الإلمان وتقسيمه إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه وإدارته وهذا ما رأيناه خلال الفترة السابقة من تدخل دول التحالف يعني دعمت هذه التشضيات والفوضى العارمة وتحديدا في ساحة الشرعية ورأينا هذه المكونات التي لا تهدف إلا إلى تثبيت هذا الوضع المتشضي في اليمن ولا يوجد له أي مبرر في الحقيقة هناك أحزاب سياسية موجودة ولها حضور ولها قواعدها الكبيرة وهي قوية وفاعلة ومنضوية تحت الشرعية اليمنية أنا في تصور لها مبرر لهذه المكونات يعني ترى غير إيجابية طبعا غير إيجابية لأن تحاول أن تتقاوز هذه الأطور السياسية الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة اليمنية والمفترض أي عمل سياسي يكون عبر هذه الأدوات الموجودة في الساحة اليمنية وفي الشرعية اليمنية أنا في تصوري هناك عقدة في ما يتعلق أيضا بالذهنية السعودية التي لا تعترف أصلا في الأحزاب وتستنكف من الحزبية وهي ترى محرمة والديمقراطية والبرلمان وغيرها من المسميات التي ليست لها حضور في الأدبيات السعودية وبالتالي هي تحاول أن توجد مكونات تتسق أيضا مع رؤيتها هي واليمنيين وحاولوا أيضا أن يتعاملوا مع المملكة العربية السعودية بوفق أدبياتها وليس وفق ما يريده اليمنين يمنين لديهم أحزاب نعم دعنا نستكشف أكثر من ضيفنا سيد مهدي عن هذا المؤتمر يبدو أنه قد عاد إلينا مجددا سيد مهدي هل تسمعوني الآن سيد مهدي هل تسمعوني؟ لا بيش صوت نعم نعم أسمعك عزيزي أهلا وسهلا فيك أجدد الترحيب بك مرة أخرى وأريد أن أسأل في البداية عن الهدف من وراء تشكيل مؤتمر مأرب الجامع وما هي إمكانية تحقيق هدفه؟ مرحبا بك عزيزي وبضيفك الكريم والمشاهدين الأكارم سعيدين جدا بهذا اللقاء معكم وبالنسبة لمؤتمر مأرب الجامع هو ليس وليد اللحظة هو امتدادا لنضالات أبناء مأرب خلال عقدين من الزمن هذه النضالات بدأت في عام 92 و96 وكذلك بدأت في عام يعني استمرت إلى عام 2012 عندما تم طرح القضية المأربية على مؤتمر الحوار الوطني وكانت هناك وقفات ومسيرات وتم إيصال هذه القضية ومظلومية أبناء مأرب إلى مؤتمر الحوار الوطني وبعد ذلك دخلت اليمن في أزمة الحرب وأنقلب الوضع إلى الجامب العسكري فتوقفت القضية ولكن استمرت وكان هناك لقاء ومؤتمر عام لأبناء مأرب وهو مؤتمر نخلاو السحيل هذا المكون استمر وكانت فيه هناك نزولات ميدانية للقبائل والثقفين والناشطين والأبناء مأرب بشكل عام اليوم توجه هذا المكون بإشهار مؤتمر أبناء مأرب الذي هو مؤتمر مأرب الجامع في 13 أغسطس 2024 يسعى هذا المؤتمر لتوحيد الجهود والمكونات المختلفة في المحافظة من أجل تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلق منصة تجمع كافة الأطراف الفاعلة في مأرب بما في ذلك الأحزاب والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والمهمشين وكذلك حتى فئة جرح الحرب اليوم لدينا فئة من جرح الحرب لا يستهان بها وهي بحاجة إلى الكثير من الاحتياجات فهذه من ضمن الفئات التي يضمها مؤتمر مأرب الجامع يسعى المكون إلى تمكين مأرب من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتعايش بسلام طيب هذه الأهداف ألم يكن بالإمكان تحقيقها عبر السلطة المحلية والحزاب السياسية في مأرب أعتقد أنه همشت السلطة المحلية خلال الفترة الماضية همشت مأرب بشكل وكان هناك إقصاء وتهميش لمحافظة مأرب بشكل متعمد كنا نلاحظ أطلاق مسميات مختلفة على أبناء مأرب منها هذا ولا بدو هذا ولا قطاع طرق كانت تحدث أي مشكلة في خط نهم مأرب حضرموت فيتم اتهام أبناء مأرب هناك كان خلال الفترة الماضية تهميش واستبعاد لأبناء مأرب من المشاركة في السلطة والثروة كان هذا التهميش ممنهج ولم يكن بيد السلطة المحلية أو أي جهات أي قرار اليوم نجتمع بشكل كامل لكن نتحدث عن اليوم وقد تغيرت كثير من الموطيات نتحدث عن اليوم وقد تغيرت كثير من الموطيات نعم نعم محافظة كبيرة ولديها هيكل مؤسسي كبير نعم نعم عزيزي نعم عزيزي ولكن مؤتمر مأرب الجامع اليوم هو يوسع القاعدة الشعبية ويكون عونة للسلطة المحلية ومؤتمر مأرب الجامع اليوم يضم الأحزاب السياسية ويضم الشباب ويضم المرأة ويضم المهمشين ويضم أبناء القبائل والإعلاميين والناشطين اليوم كلنا نجتمع حول قضيتنا قضية مأرب الأرض والإنسان وجهود السلطة المحلية لا ننكرها لكن السلطة المحلية هي تمثل الدولة ونحن كمجتمع ندعو بأنه لنا مظلومية ولدينا قضية يجيب حلها لدينا مظلومية من عدة سنوات لم تناقش ولم يتم إنصاف أبناء مأرب بالرغم أنها محافظة نفطية لكن لا زالت مهملة إلى اليوم وهي تصارع الكثير من التحديات التي تحديق بها ولذلك أوجدت الحاجة الملحة مؤتمر مأرب الجامع جميل إذن أعود مرة أخرى إليك سيد عادل اللبنة الأساسية لتشكيل هذا المؤتمر هي ما يسمى بمظلومية مأرب التي مضى عليها حوالي عقدين من الزمن كما يذكر ضيفنا قبل قليل من مأرب وقال بأنها محاولة لإعادة الحقوق لأهل مأرب المسلوبة خلال العقود الماضية ماذا تقول؟ أنا أتصور بأن هناك المظلومة المظلومة التي يعاني منها اليمنين جميعا هي غياب الدولة اليمنية نحن الآن كيمنيين كمحافظات يمنية كشعب يمني نعاني من هذه المظلومية اليوم هناك ميليشيات وتجمعات كبيرة في كل المحافظات اليمنية على حساب الدولة اليمنية المفترض يكون هناك وعي جامع لكل اليمنين ونضال يسعى باتقاه انتزاع حقوقنا كيمنيين ومثل أيضا بالدولة اليمنية حتى في مأرب التي كانت يعني هي تمثل يعني متنفس لكل اليمنين الهاربين من الشمال والقنوب وبالتالي يعني محافظة كبيرة جدا بها السلطة شرعية وبها هامش كبير للعمل السياسي اليوم أيضا تحاكي نفس التجمعات الموجودة في المحافظات القنوبية والتي أيضا تعاني من أزمة كبيرة نتيجة أيضا لطغيان المكون معين ممثل بالانتقال وبالتالي دفعها أيضا لتعذر عن هويتها فانشأت هذه المكونات وبالتالي أنا أتصور بأنه لا يقد مبرر أنا أتصور بأنه السبب الرئيسي هو غياب العمل السياسي والفعل السياسي في اليمن نمثل أيضا بالأحزاب السياسية يعني ربما هذه نقطة الأساسية ربما يعانون من خدلان من الأحزاب السياسية أو حتى من أعضاء ميزة النواب الممثلين لمأرب أو غيرهم أو غيرهم من تمثيل محافظة مأرب بالشكل الذي يلق بها لذلك لجوا إلى تكوين هذا أنا أتصور بأنه نعم هو محالة لفهم أو قراءة أو عمل في سياق فهم ما تريده الدول التحالف يعني المسموح به اليوم هو هذا أنك تشكل تجمعات بهذا تحت هذه المسميات أن دول التحالف لا يسمح بأي عمل حزبي سياسي يقوم على أساس قصدي فاعل الأحزاب السياسي لاحظ رغم حضورها الطاغي ورغم وجودها الكبير وقماهيرها في الساعة اليمنية لا نرىها لا تكد يعني لها نشاط خلال ثمانة سنوات يعني توجد على استحياء في بيانات معينة حتى لا تكتمع يعني في أي محطة من المحطات الكبيرة التي هزت كينا الدولة اليمنية يعني أين حزب الإصلاح أين الشراكي أين الناصرين أين كل الأحزاب السياسية البعض غيرها غائبة تماما وتستحي من الحضور لأن المملكة العربية السعودية لا تريد لهذه الأعزاب أن تعمل تستنكف أيضا من وجود الأحزاب اليمنية بل تراها أيضا يعني يعني أثم كبير ويقب محارمتها وهي أيضا شخص هذا أيضا ما تقول عنه الإرهاب كالأكبر حزب سياسي وهو الإصلاح وبالتالي هي لا تسمح بأي نشاط حزبي في الساعة اليمنية وتسمح بهذا الهامش ولهذا ظهرت هذه المكونات في أكثر معافظة نريد أن نتحدث عن طبيعة هذا المكون وأعود مرة أخرى إلى سيد مهدي سيد مهدي هذا المكون مؤتمر مأرب الجامع هل يكون فقط أبناء محافظة مأرب أم أن هناك أيضا تمثيل لمن نزحوا إليها أو الذين سقروا فيها يا عزيزي اسمح لي في البداية أني أختلف مع شخص طيفك الكريم حول ما ذكر محافظة مأرب تم تهميشها في السابق حتى على مستوى الدوائر الانتخابية لا توجد في محافظة مثل محافظة مأرب إلا ثلاث دوائر انتخابية لا يوجد أنا أحد الأشخاص الذين أصيبوا بمخلفات نفطية وأصبت بمرض السرطان لا يوجد لدينا في محافظة مأرب مركز سرطان محافظة مأرب تم تهميشها بشكل كبير بالرغم أنها محافظة نفطية اليوم مشروع مأرب هو نواهل المشروع الوطني ولو كان مشروع سغير أو من المشاريع السغيرة لكان أكتفى بأبناء قبائل مأرب نحن اليوم ممثلين أبناء قبائل مأرب وممثلين الأحزاب السياسية وممثلين سكان مأرب من أي محافظات كانوا نحن تبنينا مأرب وسكان مأرب ولم نقول للمأربيين فقط اليوم نحن ندعو إلى وحدة الصف الوطني بشكل كامل ولكن أنطلقنا من محافظة مأرب كنواهل تجمع أبناء مأرب وتوحيد صفهم ليكون انطلاقا للوطن بشكل عام نحن لا ندعي المشاريع الصغيرة مأرب هي مشروع الوطن الكبير ولم تكن فيه يوما من الأيام من ضمن المشاريع الصغيرة طيب بالنسبة لسؤالي سيد مهدي فيما يتعلق بالفئات والمكونات داخل هذا المؤتمر هل هو فقط يتعلق بقبائل مأرب وعزابية السياسية كما ذكرت أم أن هناك هامش أيضا للنازحين في محافظة مأرب أو من لجوا إليها أو استقروا إليها منذ سنوات مؤتمر مأرب الجامع هو مؤتمر مأرب يحمل قضية الأرض والإنسان وهو يمثل جميع الفئات نحن نعتبر الساكنين في محافظة مأرب جزء مننا ولا نسميهم نازحين أو وافدين بل نعتبرهم جزء مننا وأهلنا ولذلك مشروعنا هو مشروع كل من هو في مأرب وكل من هو ساكن في مأرب يعني هناك ممثلين من ضمن الجمعية جمعية مؤتمر مأرب الجامع من محافظات مختلفة موجودين داخل مأرب مؤتمر مأرب الجامع هو يضم الكل لدينا في لجنة التسير الكثير من الشباب من أبناء القبائل من الناشطين من الإعلاميين من المرأة وحتى من المهمشين المهمشين الذي هي فئة لا يسألوا عنها الكثير نحن أضفناها كونها في أهم في هذا المؤتمر طيب قلتم في المؤتمر عبر بيانكم بأن هذا المكون سيعطي أهمية كبيرة لسياسات المحلية وتطوير المشتمحات المحلية كيف ذلك؟ يعني ما عرفوا بأن السلطة المحلية هي من تطلع بهذه المهم لكن كيف يمكن أن تساعدوا بذلك؟ مؤتمر مأرب الجامع هو داعم للسلطة المحلية في محافظة مأرب وهو داعم للأمن والاستقرار وهو يسعى إلى نيل حقوق محافظة مأرب وإلى احتياجات أبناء مأرب لن نكون بديل للسلطة المحلية أو لمؤسسات الدولة بل نحن جزءا من هذا المكونات وكذلك لن نكون بديل للأحزاب السياسية بل هي أحزاب لها دورها خصوصا في العملية الديمقراطية ولا ننسى هذا الدور الكبير خصوصا أن الأحزاب السياسية في محافظة مأرب شكلت نبوذجا لبقية الأحزاب السياسية وكانت هناك وحدة لهذا الأحزاب وهذا الوحدة نفتخر بها وبما قدمته في المحافظة كتجربة رائدة في العمل السياسي أشرتم أيضا في بيانكم أن بناء هذا التوافق استغرق أكثر من ثمانية أشهر أخبرنا عن تلك المرحلة التي شهدت التنسيق بين المكونات نعم عزيزي وكما ذكرت لك سابقا هو امتداد العقدين من الزمن ولكن خلال الفترة السابقة كانت هناك الحاجة الملحة لأن نشهر كيان يضم أبناء مارب منذ ثمانية أشهر ونحن في الاجتماعات مستمرة وفي نزول ميداني كان هناك أكثر من مئة اجتماع وكان هناك أكثر من 42 نزول ميداني إلى مشائخ القبائل وإلى التجمعات القبلية وإلى المثقفين والمفكرين وإلى الإعلاميين وإلى الكثير من فئات المجتمع الماربي للنقاش حل أولوياتهم ورؤيتهم لمستقبلهم وما الذي يرونه ويجب أن يكون ويمثلهم في المستقبل نتج عن هذا اللقاءات أنه تم تشكيل لجنة التيسير وهي مكونة من جميع الفئات بما فيها الأحزاب السياسية والشباب وشباب القبائل أو من يمثلون المجتمع القبلي تدارست النقاشات والمداولات وخلال هذا الفترة كانت لها الكثير من الاجتماعات التي خرجت بإشهار مؤتمر مارب الجامع المؤتمر مارب الجامع الذي أشهر في 13 أغسطس كان يضم الكثير من أبناء مارب ويضم الكثير من الساكنين في مارب تم النقاش مع أكثر من 150 ممثل من المجتمع المحلي كهيئة عليا للمؤتمر وهي من ستشكل الإدارة التنفيذية للمؤتمر وهي من أكتسبنا شرعيتنا من الحاضرين الذين يمثلون المديريات ويمثلون المناطق البعيدة في محافظة مارب ويمثلون الأحزاب السياسية ويمثلون كل الفئات مؤتمر مارب الجامع لم يكن من حزب سياسي أو من فأوي أو من مناطقي أو من شباب أو من مجتمع مدني بل كال من الكل وأعطي سبقه وأعطي شرعية من المجتمع المأربي طيب جميل تحقق حلم المأربيين اليوم بإشهار مؤتمر مارب الجامع طيب سيد عادل استمعت إلى كلامه لماذا ينظر البعض إلى هذا المؤتمر وهذا الكيان بعين الريبة وهو جاء أساسا لمساندة دولة الأحزاب السياسية ومساندة السلطة المحلية والحكومة في واجباتها المحلية لا أقصد أنه المفترض أنه العمل السياسي عادة من اختصاصات الأحزاب السياسية بمعنى لماذا تغيب الأحزاب السياسية البلد اليوم مختطفة وهناك تدخلات خارجية ومليشيات والبلد بكاملها والدولة غائبة تغرق في أزمات والأحزاب السياسية الكبيرة غير موجودة لماذا يسمح للمحافظات تشكل مكونات لكنه قال هنا تمثيل الأحزاب السياسية داخل مكون الأحزاب السياسية أمر غير مقبول وغير منطقي المفترض هذه المكونات الأحزاب أنا أتصور بأنه هناك إشكالية يعني مثلا الآس أنه يتصدر المشادي الأحزاب السياسية لماذا الأحزاب السياسية لا تشكل منصة تعبر أيضا عن أو تنسق فيما بينها فيما يتعلق أيضا بموقات هذه التحديات الموجودة لماذا الأحزاب السياسية حتى لا تستطع أن تعبر عن رأيها في فرادة أو بشكل جماعي لماذا لا تكون هناك يعني عمل منصق مثل ما كان أحزاب اللقاء المشترك خاصة أن البلد اليوم في حاجة مهسة أيضا لعمل عزبي البلد يعني في كف عفريت الحزاب غائبة تماما ومسموح للمحافظات تعبر عن يعني تطلعتها بأي شكل مكون سميه ما تريد إلا للأحزاب السياسية هنا أنا يعني قد نظري أنا أقصد أنه هذا الخط هو الذي تسمح به الهامش الذي تسمح به المملكة العربية السعودية لهذا تقد المجالس الكثيرة تقد المكونات الكثيرة تقد التشضيات التي تقسد هذه التشضيات وتقسد أيضا المناطقية بشكل أوسع لكن لا تسمح بعمل حزبي يعني يؤسس على أساس من يعني سياسي يعمل من أجل استرداد الدولة بناء مشروع وطني وغيره هذا مغيب تماما عن السعلي المناطقية وقهة نظري هو ملاحظاتي على هذا البعد يعني اليوم نقلس المثلان الرئاسي ثمانية أفراد يعبروا عن مكونات متناقضة موجودة السعالة يقول له أي أثر أيضا مجالس انتقالي مجالس كثيرة موجودة والآن مكونات في الشرق والغرب لو عدنا إلى الوعود التي قطعها رشاد العليمي للمحافظات بأن يعطيها صلاحية أوسع لكي تدير أمورها قد يقول البعض بأن هذه المجالس أو هذه المؤتمرات التي ظهرت من هذه المحافظات ما هو دورها هو مساند لجهود السلطة المحلية التي تعمل على إدارة شؤونها وخدماتها بذاتها لا سيما وأن هناك توجه لألا مركزية في البلاد لا يوجد دولة في البلد يعني البلد محتل البلد يخطأ تحت الوصايا وهذه التشضيات هي تجزيد واضح لهذه التدخلات الخارجية يعني قلت لك المفترض لو كانت هناك حياة صحية سياسية لو قدت الأحزاب لا كان هناك نشاط فاعل للأحزاب اليمنية التي تمثل الناس وهي أحزاب سياسية معترف بها وتمثل الشرعية اليمنية ومكونات في الشرعية اليمنية وهي الأحزاب أو الآلية الوحيدة المعمول بها دوليا فيما يتعلق أيضا بالعمل السياسي مغيبة تماما وتقد ميليشيات تحمل السلاح وتحتكر السلاح لوحدها ومكونات على أسس مناطقي وقبلي وغيرها تشتغل وتخصص لها ميزانيات وتدعم ويسمح لها النشاط بشكل كبير في الساحة اليمنية أنا أتصور بأن هناك إلا وهذا الاعتلال هو نتيجة لهذه التدخلات الخارجية وغياب الدولة لو وجدت دولة لو وجدت الأحزاب ولو وجدت العمل السياسي المنظم والصحيح الذي يشتغل وفق أدبيات السياسة سيد مهدي ما موقف مؤتمر مقرب الجامع من خارطة الطريقة التي يجري الحديث عنها بين السعودية والحوثين يا عزيزي ما يذكره ضيفك الكريم أين الدولة التي يذكر أنه الناس تشتغل خارجي أطار الدولة أو الدولة التي يتكلم عنها كانت في السابق خطوط الكهرباء تمر من فوق منازلنا وتضيء العاصمة الصنعابين ما نحن منطفئين العمل السياسي في اليمن لا شيء في ظل الأحداث التي مرت لم يكن حتى موقف جمعي عن ما يدار في اليمن وما يحدث في اليمن نحن لم نحمل السلاح كمؤتمر ماربا الجامع نحن نحمل قضية هل يعرف معنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ هل يعرف معنى حرية تكوين الجمعيات والتجمعات؟ هل يعرف بحاجة اسمها لجنة شؤون الأحزاب؟ نحن اليوم ننظم أنفسنا بشكل منظم لم نحمل السلاح ولم ندعي الإنفصال فقط في نقطة لجنة شؤون الأحزاب مؤتمر ماربا الجامع لم يعلن عن نفسه كحزب هو فقط كمكون سياسي فقط لنوضح هذه النقطة نحن في طور العمل ومؤتمر ماربا هو مؤتمر اجتماعي سياسي حقوقي يعنى بقضية مأرب الأرض والإنسان يا عزيزي نحن اليوم نسعى بالطريقة حديثة ومنظمة للعمل السياسي والاجتماعي هناك الكثير من التجارب الناجحة ومن ذلك تجربة مؤتمر حضر موت الجامع اليوم ما أوصلنا إلى هذا الحال إلا المركزية الذي كانت تجارم العاصمة صنعة وكانت تحرم الكثير من المحافظات من حقوقها هذا ما أوصلنا إلى هذا المركز أريد أن أعود إلى سؤال مرة أخرى سيد مهدين سمحت لي أريد أن أعود إلى سؤال إن سمحت لي وهو يتعلق بموقفكم من خارطة التسوية أو خارطة الطريقة التي يجري الحديث عنها بين الحوثين والحكومة بين الحوثين والسعودي عفوا أعتقد أن تأسيس مؤتمر الجامع هو رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك سلام إلا بإشراك أبناء مارب في هذه العملية ولن نقبل أي أجندة خارجية ما لم تكن تنسجم مع مصالح مارب والحفاظ على مارب وأمنها واستقرارها إذن الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المكون هو البحث عن تمثيل لمحافظة مارب في هذه التسوية أسوة بمؤتمر حضر موت الجامع لا مؤتمر مارب أشمل من هذا الشيء مؤتمر مارب ليس فقط يبحث عن تمثيل سياسي مؤتمر مارب قادر أن يوصل إلى التمثيل السياسي بدون إنشاء هذا المؤتمر ولكن مؤتمر مارب هو يعنى بقضية الأرض والإنسان يا عزيزي مارب يوجد فيها الكثير من المخلفات الحرب من الكثير من المخلفات النفطية مارب لا يوجد فيها بنيه تحتية مارب اليوم أبناءها ضحايا الصراع مارب لديها الكثير من المطالب والحقوق التي لم يلتفت لها مارب اليوم تستقبل ثلاثة مليون نازح مارب أصبحت هي قبلة اليمنيين إذن شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مارب عضو لجنة التيسير لمؤتمر مارب الجامع مهدي بالغيث أعود مرة أخرى إليك سيد عادل لماذا حلال على حضر موت أن تنشئ مؤتمر خاص فيها نكاية بالمجلس الانتقالي وحرام على مارب أن يكون لها مؤتمر والجامع أيضا لا نحن ننتقد كل هذه التشضيات الموجودة المفترض يكون هناك سعي منظم تقوده الأحزاب السياسية وتحت مظلة الشرعية لاسترداد الدولة اليمنية وبناء المشروع الوطن ضد تكوين مؤتمر حضر موت الجامع كل هذه التكونة المكونات كلها تزدهر بشكل كبير مع عدل العمل الحزبي مع أن هناك أحزاب قوية وفائلة ومؤثرة وكانت تقود العمل السياسي على مدار عقود ولديها حضور طاغي في الساحة اليمنية وممثلة بالشرع يوم تربيها دوليا لماذا هذه الأحزاب مسموح لكل هذه المكونات أن تعمل باستثناء الأحزاب باستثناء الدولة حتى بعد الدولة فيما تعلق بالدولة غائبة طب الحزاب لا تريد أن تعمل هل يترك المجال فارغا؟ لا 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 الحزاب تريد أن تعمل لكن هناك ضغط كبير تقوده أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات هناك تصفيات بالعشرات والمئات لقيادات حزبية فاعلة موجودة في عدن والتعايز وغيره تم تصفيتها وهذه رسالة واضحة لكل الفاعلين والمؤثرين والعاملين في الشأن السياسي تم تصفيتهم في عدن رأينا أمامة مساقط قادة سياسيين قادة أحزاب قتلوا أمام بجن بارد أمام السلطات وكذلك في تعز وغيره بمعنى ولم يسمح لهم أيضا وكانت رسالة واضحة لتقريف هذه الأحزاب ومنعها من العمل والنشاط داخل المحافظات المحررة وبالتالي إفساح المقال لكل ما ما دون هذه الأحزاب عبر عن نفسك بشكل قبلي بشكل مناطقي بشكل قهوي كما تريد مع الانتقال مع طارق عفاش مع الميليشية الحوثية مع أي ميليشية أو مع أي مكون إلا أن تكون حزبي إلا أن تكون في سياق هذه الأحزاب التي تعمل تحت مضلة الدولة اليمنية ومن أجل مشروع واضح ورؤية واضحة وهو بناء الدولة اليمنية واستعادة الدولة اليمنية ووفق أيضا أدبيات واضحة وبالتالي أنا تصور بأن هذا العمل غير مسموح من دول التعليف وهي تدفع وتدعم هذه التشضيات الموجودة في اليوم وتعبر عنها وتقسدها في هذه المكونة القهوية المناطقية طيب ماذا تقول سيد عادل لمن يقول بأنه حان الوقت لعرض كل المشاكل التي تعاني منها اليمن كما حصل في مؤتمر الحوار الوطني لأننا نتحدث الآن عن مرحلة مفصلية نتحدث عن مفاوضات تجري بين السعودية والحوطيين لتشكيل مستقبل اليمن وبالتالي هناك بالتأكيد مفاوضات ستلحقها بين مكونات يمنية والأطراف اليمنية وستضع كل الأطراف مشاكلها المجلس الانتقالي سيتحدث عن الجنوب مأربة الآن سيتحدثون عن القضية المأربية والحديدة أيضا ستتحدث عن حديدة وكل هذه المشاكل يجب أن تناقش للأصول إلى حلول نهائية يتم من خلال السير في مسار واضح وناجح للمساقين أنا أتصور بأن الإشكال ليس في غياب الحيول أو في غياب رؤية كانت هناك رؤية وهناك اجتمع الناس كلهم كل المحافظات وكل الممثلين أيضا وكل الأحزاب السياسية فيما يعرف بمخرجات الحوار الوطني واتفقوا على رؤية وهناك مسودة الانقلاب جاء والتدخل التعالف قال يطيح بهذا المشروع وبالإجماع الوطني تالي أن تصور بأن هنا عقدة الإشكال وظهرت هذه الفوضى لتدعمها هذه الدول تالي أن تصور بأن هذه الدول ليست قز من الحل ولا يمكن أن تبحث عن حل هي تبحث عن هذا الواقع الممززة قلنا السعودية تريد أن تدفع بهذه التشضيات وتقسيم اليمن للكانتونات ليتم السيطرة عليها بالتالي هناك قهد إقليمي قوي وفاعل وهناك استثمار كبير في هذه الفوضى العارمة الموجودة في السعاء اليمنية التسوية اليمنية لا يمكن أبداً أن تؤسس لمستقبل زاهر لليمن ولا يمكن أبداً أن توجد حلول للمشاكاة اليمنية بقدر ما تقدر الأزمات وتؤسس لهذه التشضيات في السعاء اليمنية دعنا نعود مرة أخرى إلى مأرب لكن مع الصحفي أحمد عائض الذي ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعي هناك أهلاً ومرحباً بك معنا سيد أحمد في البداية نتحدث طبعاً عن مؤتمر مأرب الجامع وأريد أن أسألك كيف يؤثر الإعلان عن هذا المؤتمر في الصعيد المحلي لمدينة مأرب مرحباً أخي هشام وبضيفك الكريم وبكل المشاهدين الكرام طبعاً عندما نتحدث عن نشوء مؤتمر مأرب الجامع أو غيره من المؤتمرات التي انطلقت في أكثر من محافظة يمنية هو يأتي في سياق العديد من الأسباب أولها ضعف مركز الدولة ففي علم الاجتماع السياسي يمكن القول على أنه مثل هذه التكتلات الصغيرة تنشع عندما تنهار أو تتهاوى مركز الدولة المواطنون أو المحافظات اليمنية عندما تشعر بأن حقوقها أو مطالبها لم تعد مسموعة من النخب السياسي العليا للدولة ويتم تجاهلها بين الفينة والأخرى تلجأ لمثل هذه التكتلات وتوحيد صفوفها الداخلية على مستوى توحيد الصف القبيلة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتخرج بهذه المسميات العامة لمواجهة أي استحقاقات للمرحلة القادمة فما حدث في محافظة مأرب وغيرها سواء بمحافظة حضر موت أو أبيان هو يأتي في محاولة للنخب المحلية استعادة ما يشعر به المواطن أنه إما أخذت حقوق أو تم تجاهل هذه المكونات أو هذه المحافظات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وإلى آخره فمحافظة مأرب نستطيع القول على أنها وحدت صفها السياسي والقبل بصورة واسعة وكبيرة ورأينا ذلك الجمع الكبير الذي خرج به مؤتمر مأرب الجامع الذي على ضوءه ستنبني الكثير من الرؤى المستقبلية للمرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بموضوع التنمية للإنسان والأرض بمحافظة مأرب سيد أحمد هناك أريد أن أسألك وقد تطرقت في حديثك عن نشوء هذه المكونات بسبب غياب الدولة هل نفهم من ذلك أن هذه المكونات ونشوها ظاهرة صحية أم غير صحية؟ طبعا هذه المكونات الجميل فيها أنها تستند إلى الشرعية بل تحاول المحافظة على الركائز الشرعية في المناطق التي تنشأ فيها هي ليست تجمعات تمردية أو تريد الانفصال من نسيج الأم أو الدولة كما حصل على غرار التجمعات الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية لا بالعكس هذه تكتلات تعتبر نفسها جزءا أو رافدا للشرعية في كل توجهاتها السياسية والعسكرية وإلى آخره لكنها تحاول إيصال صوتها بصوت عالي لمكانتها أو لجهودها التي يجب أن تقدر في خلال المرحلة القادمة أو ربما يمكن القول على أن الخارطة الطريق الجديدة التي هي معتمة عن الكثير من القوى السياسية ولذلك رأينا قبل قربت ثلاثة أسابيع أن الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب وكذلك بمحافظة داعس كلاهما أطلق بيانا يطالب فيه الشرعية الإفصاح عن مضمون التسوية السياسية أو خارطة الطريق فمثل هذه التكتلات التي تنشأ في هذه المناطق هي تعطيها الحق في قضية مناقشة المستقبل السياسي والمستقبل العسكري بعيدا عن أي إملاءات خارجية خاصة وأن هناك شعور ذات لدن الرحبة السياسية قبل أن أعود إلى سيد عادل وهذه النقطة المهمة التي أشرت إليها في حديثك الآن وكان قد تحدث عنها سيد عادل مناقشة هذه القضايا ألم يكن من الأجر أن تكون في أطر حزبية وسياسية وهو من صميم عملها نتحدث عن الأحزاب السياسية هل هناك مستفيد من عملية تغييب دور الأحزاب السياسية وإتاحة المجال لهذه المكونات القبلية والجهوية للأسف الشديد أن كل هذه القضايا نوقشت وطرحت في النخبة السياسية اليمنية وتم رفعها إلى الجهات العليا في الحكومة اليمنية لكن تم تجاهلها بالكثير فهذه التوكتلات لا يمكن أن نصفها على أنه تكتل قبلي ولا يمكن أنه يكون تكتل سياسي أو تكتل عسكري هو تكتل جامع يضم كل أبناء المواطنين بشكل عام بل هناك ميزة فريدة في مؤتمر الجامع بمحافظة مأرب بخلاف بقية المؤتمرات التي حصلت في المحافظات الأخرى أن هذا التكتل ضم إلى مكوناته القيادية وفي تكويناته الإدارية ساكني محافظة مأرب من كل محافظات الجمهورية بمعنى أن نحن اليوم نقف أمام مشروع سياسي كبير ليس لأبناء محافظة مأرب فقط وإنما يعبر بشكل عام لكل أبناء الجمهورية التي باتت مأرب تحتفظ كل محافظات الجمهورية وباتت تحتفظ بأكثر من 70% من نازح الجمهورية اليمنية على أراضيها وهذا أيضا يعطيها بعدا سياسيا وعسكريا وطنيا في المرحلة القادمة في أي الحديث عن أي تسوية أو عن أي حديث لرسم خارطة المستقبل اليمني سيد عادل هذه الميزة التي تحدث عنها سيد أحمد قبل قليل أريد أن أسمع رأيك فيها كيف أن مؤتمر حضر موت الجامع فعلا وكما ربما هو تأكيد لما ذكره سيد مهدي بالغيث قبل أن يأتي ضيفنا سيد أحمد قال بأنه نوع لمكون وطني جمع فيه كل هذه الأطياف وهو داعم للدولة والسلطة المحلية والأحزاب السياسية يعني الجامع يدرك بأن الإشكالات الموجودة في القنوب هناك حزب قصدية مجلس انتقالي يحاول أن يضم كل المحافظات القنوبية ويهمش كل القنوبين وكل مكيونات القنوبية وهذا استفاز كثير من المحافظات وبالتالي دفعها يعني هي رد فعل لما يقريب من قهود تدفع بها الإمارات والانتقالي للسيطرة على المحافظة القنوبية أيضا المملكة العربية السعودية سعت أيضا باتقاه المعاكس ودفعت بهذا الاتقاه بتالي هناك صراع إقليمي أنا أعكس أيضا على وأنا أقول بأن هذه التشضيات يدعمها المملكة العربية السعودية والإمارات هذه هاتن الدولتان يمنعان أي تحرك قدي لعمل سياسي منظم داخل اليمن إضعاف السلطة المركزية كما قال وإضعاف الأحزاب والعمل الحزبي والسياسي في اليمن وراء هاتين الدولتين وهناك مليارات تدفع وتستثمر في هذا السيق بتالي لا يمكن الكلام عن أي شكل من أشكال العمل السياسي في غياب الأحزاب السياسية وفي غياب الدولة اليمنية كان يمكن أن ينظر لهذه المكونات بشكل إيجابي إذا كانت في وضع طبيعي وفي ظل أيضا وقود دولة رعية لكل هذه النشاطات أو حتى الآن الحق أنها أيضا مع الشرعية وأنها تحتلوها الشرعية الكل يتحقق بذلك حتى طارق عفاش يقول أنا مع الشرعية وهو مليشية حتى الانتقالي يقول أنا مع الشرعية وهو في الشرعية أيضا لكن قبلت لا تحمل السلاح نتحدث عن مؤتمر مأرب الجانب أنا أقصد أنه من حيث متعلق أيضا بالارتبط بالشرعية على الكل يدعي وصلا بليلة وهو أيضا يعني مشروعه انفصالي ومع ذلك يقول أنا مع الشرعية وأعمل ضمن الشرعية وهو نائب وكذلك طارق عفاش معه مليشيات وعمله ومشروعه أيضا مرتبط بالإمارات ولو أجندات يمثل أجندات خارجية ومع ذلك أيضا هو في المجلس الرئاسي يعني نقصد أنه ليست حقها شرعية غائبة وبالتالي الحق بالتمسك بالشرعية هو لا يعطيها الحق أيضا في التواجد بهذا الشكل أنا أتصور بأن هناك أزمة وهذه الأزمة مرتبطة بغياب الدولة مرتبطة أيضا بغياب الأحزاب وأيضا بالتدخل والوصايا التي تدفع بها المملكة العربية السعودية في اليمن ربما كلاكم ما اتفقتم على أن هناك أزمة تتمثل في غياب الدولة وظهور هذه المكونات أعود مرة أخرى إليك سيد أحمد لكن هذه أيضا جزئية مهمة وهي أن هناك جهات كما قال سيد عادل جهات تدفع إلى مسألة التشضي وتقسيم المجتمع على أسس قبلية وجهوية وكل محافظة لها مكون خاص فيها وتغييب دور الحزاب السياسية تغييب دور البرلمان تغييب دور الأطر الرسمية التي كانت تساند عليها الجمهورية اليمنية ما رأيك؟ من الإجحاف أن نعمم نظرية أن ثمة أطراف دولية هي التي تدفع إلى نشوء مثل هذه التكوينات الوطنية داخل الجمهورية اليمنية أنا حسب طلاعي القريب مما جرى للتحضير مؤتمر مأرب الجامع طوال ثمانية أشهر أعتقد أن القيادات السياسية هي لعبة دورا كبيرا وفاعلا إضافة إلى القيادات المجتمعية في التواصل مع النخب ومع المشائخ ومع المنظمات المجتمع المدني هو لم يظهر بين عشية وضحاها فكل التيارات الوطنية التي دافعت عن الشرعية بمالها وبرجالها وبأبنائها وبدمائها هي الآن ممثلة في هذا المكون يعني بعيدا عن أي حديث عن استقطابات خارجية أو داخلية القضية وما فيها على أن المجتمع المحلي بمحافظة مأرب رأى أن المرحلة تقتضي توحيد الصف الداخلي لمحافظة مأرب خاصة وأن الميليشيا الحوثية طوال الفترة الماضية حاولت أن تلعب على تشضي المجتمع الداخلي بمحافظة مأرب ولعبت على الورقة القبلية والورقة الحزبية والورقة المقاومة إلى آخرة كل هذه المحاولات فشلت فكانت هذه الخطوة لتوحيد الموقف السياسي والوطني والحزبي بمحافظة مأرب تحت هذا المسمى بعيدا عن أي إملاءات خارجية بل أعتقد على أن الرؤية التي ستنطلق منها مؤتمر مأرب الجامع والذي أعلن عنها أن الاستراتيجية التي سينضي عليها هي بناء محافظة مأرب أو تنمية الأرض والإنسان بمعنى أن هناك الهدف الأول هو مشروع بناء الذات للإنسان والوطن رؤية اقتصادية رؤية تعليمية بكل ما تعنيه الكلمة بعيدا عن أي أفكار لقضايا عن الدولة أو الأطماع أو من هذه الأصوات النشاز إذن شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب الصحفي أحمد عايد أشكر أيضا ضيفي في السوديو البحث السياسي عدل المسني شكرا لكم جميع عن ضيوف العزاء وشكرا أيضا لأسادة المشاهدين مشاهدين الكرام نلتقيكم في حلقات قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة